مع اقتراب التظاهرات التي عمت ايران اثر مقتل الشابة مهسى اميني من طي شهرها الثاني لا يزال المحتجون لا سيما من الشريحة الشابة يتحدون السلطات بكل ما اوتوا من وسائل على الرغم من التهديد والوعيد وحملة القمع فرغم ان البلاد شهدت خلال العقدين الماضيين عدة احتجاجات الا ان الحركة الحالية كسرت المحظورات بشكل منتظم فقد شهدت تلك الاحتجاجات عددا لا يحصى من التكتيكات المختلفة اذ اشار العديد من المراقبين الى نزعة جديدة تتمثل في قيام الشبان بازالة العماء من على رؤوس رجال الدين في الشوارع في اشارة الى رفض تحكم رجال الدين بالحكم في البلاد وبمصائر الناس ولباسهم وافكارهم كما اظهرت مئة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسبع الماضية لوحات جدرية للمرشد علي خامنئ وسلفه روح الله الخميني مطلية باللون الاحمر في مدينة قم المقدسة كذلك تحولت جنازات المعتقلين انذين اوقفتهم السلطات خلال التظاهرات ليلقوا حتفهم لاحقا او من سقطوا برصاص الامن خلال الاحتجاجات في الشوارع والجامعات الى محطات تحدي للسلطات